بعد مد وجذب ومداولات في اللجان البرلمانية الإسرائيلية يطرح مشروع القانون المتعلق بالمستوطنات لتصديق الهيئة العامة النهائي الاثنين المقبل المستشار القضائي للحكومة أعلن بشكل واضح أن مشروع القانون يخالف القانون الدولي وقد يعرض إسرائيل للمسائلة في الهيئات الدولية مبدئياً هناك إشكالية واضحة في القانون ونسبة إلغاء في المحكمة العليا هي 100% لكن سنؤيده يضيف لبرمن أن الامتحان الحقيقي في الأفعال وليس في الأقوال فقبل أسبوع صدق بنفسه على بناء 2500 وحدة استطانية في مستوطنات الضفة الغربية في المقابل طرحت كتل المعارضة مئات التحفظات على مشروع القانون في محاولة لتأجيل التصويت عليها نحن نقول أننا أصحاب الأرض لكن هذه المشكلة ليست من صاحب الأرض المشكلة أن هناك شعف فلسطيني ويريد تقرير المصير ونحن نحترم بأهل الفكرة ونفكر بأنه المشروع الاستطاني يضر تشخيص دولة إسرائيلية ديمقراطية دولة يهودية وديمقراطية وينص مشروع قانون الاستطاني المعروف إسرائيلياً بقانون تسوية المستوطنات على الإبقاء على كل المستوطنات القائمة على أراضي يملكها فلسطينيون مقابل تعويض مالي لهم بين المناكفات السياسية الداخلية وسياسة اليمين بشكل عام حيال الاستطان يشق هذا القانون طريقه إلى الكنيسة وسط توقعات لأن يمهد لضم رسمي للمستوطنات في الضفة الغربية شيرين يونس كاينيوز القدس